والله ناصر زي ما برح شاهدته في الإعلام يعني إنه وضع صعب كتير ناصر يعني أربع مرات خمس مرات كان مفروض يعملوا العملية بس إهمالي استجن وبماطلوا كان يحكونا الإسبوع الجاية واللي بعد يوم للأسف يعني هو لأسير بكون في هذا المرض بس إدارة استجن تطماظر بيحكي لهم إنه أنا مريضة وإيش بوخط فحصات إله ما ببلغوا إش مرضه حبة أكمل حبة أسبرين لحين يتفاقم في المرض ناصر آخر فترة يعني كابل ميله على المستشفى يعني صار وضع صعب صار يتقيق دم صار يعني وضعه 25 كيلو خس يعني كاسة ماء بيشرب ما بيقدر ما عليك بيقول فيها ما بيقدر فيها يعني فتطورت حالته من الأسوأ لأسوأ وبعدين حاولنا إحنا يعني نتطمل عليه أو نزور أو إيش بس رفضت إدارة استجان وبعدين بلغنا المحام أخر إيش أخدوه على مستشفى برزلاي وعملو لفصات يتبين إنه عنده ورم في الكبد أول إيش هم حكوا إنه يعني هذا الورم مش حميد يعني إنه هذا يعني حميد فأول إيش هو الحمد لله رب العالمين يعني فبعد هاي المماطلة وفعاليات شعبنا والمنظمات والدنيا الحمد لله هاي كتير بتخد نتيجة بترفع معنويات الأسير والأهل وبتضغط على الاحتلال طبعا قبل بشهر ما نسمع إنه مريض أنا زرته يعني بعد الكورونا مرة فأنا صحيح صراحة ما عجبنيش وضع يعني بس يعني بحكي له كيف صحتك يا ناصر بقول لي ما شاء الله أنا جمال يما وإشي بس سبحان الأم يعني إحساس وبعدها فترة تبين إنه يعني ناصر مريض بس كان يكابر يعني ناصر ما شاء الله تحدر صاصب جسمه ومتحدى الاحتلال يعني طفنه 13 سنة عانى من الاحتلال وإشي فأخرج يقرروا للعملية يعني في برزلاي عملية سبع ساعة ونص في الكبد 11 صندي مخدين منه مخدين العينة فيعني قبل أربعة أيام اتفاجأنا إنه بعد العملية وإشي إنه يعني إحنا كنا ننظفوا جسمه وإشي فبحكوا في بقايا داينا يعني بسيطة في جسمه بدهم يعطوا أبو جرعة أو تنتين كما وبنتأمل من رب العالمين إنه بعد هاي الجرعتين إنه يشفى والحمد الله على كل حال مهما كان وأنا بتكلم بس مش بس يعني إنه ناصر المريض في كتير زي مرضى وأنا بتضامن معهم أضامع مع الأسر برضو المضربين عن الأكل الله يعينهم ويعين أهلهم يعني كتير كتير وضعهم صعب هذا إهمال طبي نازم يعني نحنا كذا مرة حكينا يا عمي خلينا إحنا ندخل أطباء لأولادنا جو يتعالجوا إذا إنتم ما بتكم يعنيه يتعالجوهم ببتعرف إنه اليهود وعدوها العقاب الجماعي